أهلا بكم مجددا للوقوف على آخر التطورات والمسجدات الأمريكية ينضم إلينا مراسل الحرة من البيت الأبيض هشام بورار ومن تكساس رضا بوشفرا ومن بانتغون وفا إشباعي أهلا ومرحبا بكم جميعا أبدأ معك هشام ما الذي يسعى إليه البيت الأبيض من خلال تصريحات اليوم بشأن إيران طبعا أحمد البيت الأبيض يريد أن يبعث رسائل واضحة لطهران بأنه لا يمكنها ابتزاز المجتمع الدولي ولي دراعه عبر هذه الهجمات والمضيقات المستمرة للملاحة البحرية في منطقة حيوية تعتبر شريان اقتصادي ليس من حيث عبور نقلات النفط فقط بل أيضا للممرات وملاحة تجارية مهمة لشركاء أوروبيين واستراتيجيين وبأسيويين مهمين للعلاقة الأمريكية ومصاح الأمن القومي في المنطقة البيت الأبيض اليوم يقول لإيران بأنه لن يتسامح مع هذه المضيقات التي تطال الملاحة البحرية وحق معترف به دوليا وحق حرية الملاحة في مياه الخليج الرئيس الأمريكي أمر بالفعل بتعزيز تلك الدوريات وتكثيفها البحرية والجوية بالتنوب لقوات الأسطولة الخامس بشركة إقليمية ودولية أيضا لمنع إيران من تهديد الملاحة البحرية في هذه المنطقة لا سيما بعد التكرار كما يقول منسق الاتصال الاستراتيجية في مجلس ألمي القومي هذه المضايقات على شك تهديدات وهجمات ومصادرة واحتجاز لسفن تحمل أعلاما دولية قمعنا هشام نذب إلى وفاء وفاء هذا يخذنا إلى سؤال عن تفاصيل خطط البحرية الأمريكية لتعامل مع هذه التهديدات الإيرانية نعم أحمد كما ذكر هشام هذه الخطوات أتت بعد تزايد ما تصفه الولايات المتحدة بممارسات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وأيضا المهددة لسلامة الملاحة البحرية في تلك المنطقة الحساسة منطقة أو مياه الخليج هذه الخطوات تأتي تحت عنوان رئيسي أولا زيادة التنصيق الدولي ومن ثم زيادة وطيرة الدوريات التي تقوم بها الطائرات وأيضا السفن في مضيق هرمز وأيضا في محيطه طبعا التنصيق الدولي يأتي من خلال التحالف البحري الدولي ومقره البحرين وهو كان شوكل في العام 2019 من أجل مراقبة الممرات المائية في تلك المنطقة مضيق هرمز ومضيق باب المندب والبحر الأحمر وبالتالي صد الهجمات والمضايقات من قبل إيران بشكل أساسي وأيضا سلامة التجارة وضمان حرية الملاحة البحرية في تلك المنطقة أيضا من الهجمات والقرصنات وكما أكدت البحرية هذه الممارسات يجب أن تتوقف خصوصا أنها بلغت أرقاما قياسية في العامين الماضيين نعم نعم أحمد ساعات بعد انقضاء بالعمل بالمادة الثانية والأربعين التي تعطي الحق لحكومة الأمريكية أن ترفض طلبات اللجوء السياسي والإنساني بسبب إجراءات تدابير وباء كورونا الوضع هادئ جدا سواء ليلة الأمس أو اليوم هنا على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بل بالعكس بدأت مصالح مدينة إلقاصو هنا بترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين الذين كانوا يفترشون في الشوارع والأرصفة قامت بترحيلهم إلى ملاجئ خصصة لاستقبالهم وهي ملاجئ كانت بالقبل عبارة عن مدارس أيضا الحكومة الأمريكية قامت بترحيل عدد كبير من الذين رأت بأنهم لا يستحقون أن يكون لديهم الحق للجوء الإنساني قامت بترحيلهم إلى غواتيمالا خاصة وأيضا إلى المكسيك مع إعطاء الحق درجة الأولى لطالبات اللجوء الأشخاص الذين يأتون من فيليزويا نظرا للأوضاع الإنسانية والاقتصادية هناك على صعيد آخر الأوضاع كما قلت هي مستقرة جدا لم نرى أي دخول للاجئين سواء ليلة أمس أو نهار اليوم تصريحات وزير الداخلية كانت واضحة بأنه انتهاء العمل بالمدارس الثانية والأربعين لا يعني بأن أبواب المنافذ البرية والنقاط الحدودية هنا في تكساس أو أريزونا ستكون مفتوحة بل بالعكس تعطي للحكومة الأمريكية حق بأن تردع أي محاولات للهجرة غير الشرعية أحمد طمعا رضا نذهب إلى نيويورك ينضم إلينا من هناك توني نداف أهلا ومرحبا بك توني ما الجديد في التعامل الأممي مع اتفاق جدة والموقف في السودان نعم أحمد رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتوقيع أطراف النزاع في السودان إعلان الالتزام بحماية المدنيين وضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية في البلاد وجاء في البيان الرسمي الصادر على المتحدث باسم الأمين العام أنه في الوقت الذي استمر وواصل عمال العاملين العاملون بالمجال الإنساني وواصلوا تقديم المساعدات وسط ظروف صعبة يأمل الأمين العام من أن يساعد هذا الإعلان ويضمن إمكانية توسيع نطاق أعمال الإغاثة والمساعدات للتمكن من تلبية الاحتياجات للملايين من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد وجدد جوتاريش أيضا دعوته لوقف فوري لإطلاق النار والانخراط في حوار واسع النطاق من شأنه تمكين التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية وأضف أنتونيو جوتاريش أيضا في هذا البيان أن الأمم المتحدة ستقوم بفعل كل ما بوسعها للمساعدة في تنفيذ هذا الإعلان وأيضا لضمان تقديم المساعدات سواء تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في السودان أم لم يتم الأمم المتحدة ستواصل المساعدات الإنسانية هناك وكذلك نقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن منظمة اليونيسيف أيضا تحذيرها من أن أعمال العنف في السودان أدت إلى تدمير المصانع والإمدادات اللازمة لمعالجة أكثر من 14 ألف طفل في السودان يعانون من سوء التغذية أحمد من نيويورك توني الندف ومن البيت الأبيدي شام بورار ومن تكسس رضا بوشفرا ومن بنتجون وفاج باعي شكرا جزيلا لكم جميعا